السلام السلام هو الأمان والاطمئنان وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات وإلقاء السلام سنة ورده فرض على الكفاية وللسلام آداب منها أن يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه الجهر بإلقاء السلام وكذلك الرد قال النووي رحمه الله وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آثيا بالسلام فلا يجب الرد عليه وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ومن آذاب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا ويستحب السلام عند دخول البيت وذلك إذا كان مسكون فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه ومن آذاب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر